مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في الفترة المسائية لباريس مباشر نشرة أخبارية من نوع خاص الليلة بإمكانكم أن تتابعوا النشرة على فيسبوك لايف أيضا مثل ما تشاهدون على شاشعي على موقع فرانس فاند كاتر أرابيك يرافقني سياسي مخضرة مثير الجدل بالنسبة للبعض إنه محمد دحلان الذي سيعلق على برز عنوين نشرة الأخبار القيادي الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان سيكون ضيف حوار فرانس فاند كاتر مباشرة بعد هذه النشرة ونشكره على حضوره معنا طبعا عشرة القتلى يترى تصعيد في الغارات على مناطق تابعة لفيصل فيلق الرحمن في الغوطة الشرقية ووزارات الدفاع ووزارة الدفاع الروسية تعلن خروج 4000 من المدينة محمد دحلان تعليق قصير على ما يجري في الغوطة ما يجري في الغوطة هو امتداد لهذه الحرب الدموية على الشعب السوري والخاسر الوحيد هو الشعب السوري ولا يوجد منتصر في هذه الحرب ولكن ما من خلال متابعاتي القصيرة أن الغوطة كان هناك اجتماعا يوم الثلاثاء وعرضا روسيا للفصائل المسلحة عبر شخصية سورية مقينة في إحدى الدول العربية الأطراف الرئيسية في الغوطة هي جيش الإسلام وفيلق الرحمن وحرار الشام وجبهة النصرة عمليا هو تشكيلات بين القاعدة سابقا والتنظيمات السلفية ورفضت هذه التنظيمات العرض الروسي من خلال هذا الوسيط ولذلك جاء ما جاء أنا لا أريد أن أكون مع طرف ضد طرف ولكن من يدفع ثمن ما يجري في سوريا هو الشعب السوري فقط ولا يوجد منتصر في هذه الحرب وسوريا تقسم الآن لمناطق نفوذ مبنية على فكر التوزيع الثروة السورية من الغاز والنفط المكتشف حديثا نزوح المدنيين من مدينة عفرين مستمر مع تقدم القوات التركية والفصائل السورية المساندة لها وقد على متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردين القصف التركي على المدينة خلف عشرين قتلة محمد أحلان أردوغان سندخل إلى عفرين وسنبقى في عفرين هذا طموح تركي قديم جديد ربما يرتبط بالفترة العثمانية وهذا ما عبر عنه الرئيس أردوغان في أكثر من مناسبة والآن هو يحاول أن يؤمن حدود عمق في الأراضي السورية ما يقارب 30 كيلومتر على عرض تقريبا 400 كيلومتر في الحدود السورية وهذا يعتبر تدخل أو احتلال لأراضي عربية سورية ستضم بشكل أو بآخر أو تبقى تحت السيطرة التركية مادمة الحرب الأهلية قائمة لذلك صعوبة ما يجري في سوريا هو عمليا تقسيم السوريا إلى كنتونات ونفوذ بين الدول الإقليمية والمجتمع الدولي من جهة روسيا ومقابلها الولايات المتحدة الأمريكية عمليا هناك مناطق نفوذ أصبحت ثابتة وقواعد عسكرية ثابتة للطرفين بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وهذا عبر عنه وزير الخارجية السابق الأمريكي السابق حين قال نحن لدينا مصالح وسنحفظ عليها إلى الأبد ومن جهدا أخرى إيران وتركيا كل يحاول أن يكسب أراضي سوريا جديدة مستغلين الحرب الأهلية الداخلية الحوثيون ينفون إجراء مفاوضات سرية مباشرة مع السعودية لإنهاء الحرب ويأكدون استعدادهم للسلام ومسؤول حوثي يعتبر أن القرار ليس بيد الرياض الخروج من المستنقع اليمنية مروا بالحوار مع الحوثيين برايك؟ تاريخيا لا أستبعد أي حوار بين الخصوم تقبل السعودية بذلك؟ اليمن كانت على الدوام جزء من الحالة العربية حين ذهبت إلى حد بعيد باتجاه إيران أصبحت أكثر تعقيدا ولذلك تدخل العالم العربي من أجل تأمين جبهة الحدود بين دول الخليج واليمن وبالتالي لو كان الأمر متعلق باليمنين وحدهم أنا لا أرى أي غضاضة في أن كل العالم العربي وعلى رأسهم السعودية المتضر الأكبر من الأزمة في الحدود لا يروا غضاضة في أن يساعدوا الشعب اليمني وهذا كان هو السلوك العربي السعودي تاريخيا باتجاه اليمن ولكن حين يتعلق الأمر بأن تخلق حزبا جديدا يشابه لحزب الله في لبنان أن يكون على حدود السعودية فالأمر يتعلق بالأمن القوم السعودي لكن على الدوام يوجد مفاوضات سرية أو علنية بين الخصوم وبين المتقاتلين هذا تقليد تاريخي بين الدول في تاريخ العلاقات الدولية لكن ليس لدي معلومات أن هناك حوارات سرية أو علنية لكن لا أستبع ذلك المصريون في الخارج يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية والمرشحان عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى يحطاني على الأقبال بكثافة على المشاركة في الاقتراع بصراحة محمد دحلان كيف تنظر إلى هذه الانتخابات؟ كيف أنظر لمصر طيب لمصر وللانتخابات وللحالة الديمقراطية وللتحول الذي يجري في مصر مصر انتقلت من حالة فوضى شاملة وحالة انهيار كاملة خلال السنوات الماضية إلى حالة استقرار أو شبه استقرار اقتصادي وأمني وحتى سياسي أنا واثق أن الأربع سنوات القادمة بغد النظر من سيكون الرئيس ستكون مرحلة هل هناك شك؟ على الدوام هناك مفاجآت بالمناسبة على الرغم كل ما هناك شك في مصر لا في السياسة لا يوجد شيء يقيني ومطلق لكن الرئيس السيسي قناعتي أنه سينجح في الانتخابات لا يوجد ما يتعارض مع ذلك لكن أنت لا تعرف المفاجآت وأنا لا أريد أن أذكر أمثلة تاريخية على ذلك مصر ستكون في المرحلة القادمة أكثر استقرارا من ناحية الأمنية والاقتصادية والسياسية ربما لا يوجد تقليد ولا يوجد موروث سياسي وحزبي وديمقراطي في الحالة المصرية آخر خمسين سنة منذ عام أربع وخمسين وقبلها كانت الملكية وبالتالي هي لا تشبه تونس ولا تشبه نماذج ديمقراطية منفتحة كالنموذج الغربي مصر لها خصوصيتها وهنا لا أدعو أن ننتقل في العالم العربي من مرحلة الديمقراطية إلى مرحلة الدكتاتورية أو الحكم الفرد أو حكم ما يسمى بين قوسين الحكم الإلهي الشخص الإله الشخص الذي ينصب نفسه مدى الحياة لا مصر انتقلت من مرحلة فيها فوضى كانت الدولة منهارة بشكل كامل ولكن هذا الانهيار ليس معلنا إلى مرحلة كانت مصر تصور زي قطاع غزة كانت تقضع فيها الكهرباء في فترة حكم الرئيس مرسي تقريبا أربع ساعات إلى ست ساعات في اليوم نحن نرى أنا ألمس هذا التقدم الشرع المصري ألمس هذا التقدم على الرغم أن هذه المرحلة الانتقالية التي مرت خلال أربع سنوات الماضية والتي ستستمر خلال أربع سنوات القادمة هي مرحلة مخاض ولكنها في الطريق الصحيح محمد دحلان ستبقى معنا بقوا معنا أيضا على فيسبوك لايف وعلى المباشر على فرونس فاندكات فاصل ونبدأ حوار فرونس فاندكات مع محمد دحلان أهلا وسهلا بكم في حوار فرونس فاندكات وضيفنا هو محمد دحلان القياد الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بكم من برأيك أنت كرجل أمني أن هناك أشخاص مولوا ذلك وهناك أشخاص أعطوا التعليمات لكن كل هذه العملية بما أنني لا أريد أن أكون محللا وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت لست في موقع المسؤولي لأقرر لكن معلوماتي الأولية أن هناك عدد من الأشخاص السلفيين وأشخاص آخرون لهم ارتباطات بشخصيات نافذة نافذة في السلطة نافذة في جهاز ما هو السلطة إحنا عنا عشر تلاف سلطة لا لا خلينا بسلطة في السلي عنا سلطة في غزة وعنا سلطة في رمالة وعنا فوق السلطتين في سلطة الاحتلال يعني عاملين زي تايتانيك كله بدور على كرسي والسفينة بتغرق لذلك لا أريد أن أستبق أنا أعتقد جازما أن من نفذ وخطط وأعطى تعليمات فقط يريد تدمير غزة ويريد تدمير فرصة المصالحة بين فتح وحماس وإنهاء كل الحالة السياسية الفلسطينية لأنه لا يوجد سبب لاغتيال الأخرى إيسي الوزراء لأنه شخصية يعني لا يوجد عليها اختلافات جوهرية أو ليست شخصية فصائلية وبالتالي لكن هناك أسئلة طرحت حول العملية أنه يعني صارت العملية وبعد دقيقتين اتهمني أنا صارت العملية وبعد تقريبا أنت بعيد عن هذا الأمر بعد ستين ثانية اتهموا حركة حماس ثم بعد ساعة برأوا حركة حماس كل من رمالة طبعا هذا الحديث أنا معلوماتي أنه خلال يومين أو ثلاثة أيام ستكون الأمور واضحة وبالمناسبة لا يوجد كهنوت في مثل هذه العمليات ستتضح الأمور قريبا بأسماء وباعترفات واضحة ما هي تفاهماتك مع حماس تفاهماتي مع حماس كانت واضحة ومعلنة بعيدا عن التحليلات والتأويلات والاختلاقات التي تمت حولها منها أنه بدنا نعمل حكومة في غزة لا تريد أن أحل محل عباس في غزة لا 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 أريد أن أحل محل أحد أنا لا أتكتك على حماس لا أتكتك على حماس في موضوع غزة تحديد أنا أتحرك من باب إنساني صرف أخوي أنا ابن غزة في نهاية الأمر أولا وأخيرا أنا فلسطيني ولكن أنا ليجار فقير وليجار سجين وليجار أو صديق أو أخ أو قريب شهيد وبالتالي إذا لا أشعر بحجم النكبة التي يعيشها أبناؤنا في غزة اليوم لا يحق أن أسمي نفسي فلسطيني وكل من لا يشعر بحاجة الفلسطيني في غزة بغض النظر عن الانتماء الحزبي وبغض النظر عن حالة الخلاف والصراع بين فتح وحماس من لا يشعر بهذه المعاناة لا يجوز أن يطلق على نفسه أنه وطني أو يدعي أنه وطني بالمطلق مهما كانت الأسباب ولذلك ما حركني ويحركني الآن هو حالة أبناء قطاع غزة التي تصل إلى حالة الكارثة ولا أريد أن أعطي أرقاما فالأرقام معلنة في نفس الوقت لا أريد أن أدخل في السياسة لأن السياسة الحالة السياسية لا تريد أن تدخل في السياسة ولكن من يقول محمد دحلان يريد أن يحل محمود عباس بنظر الإشاعات عن مرضي أخي توفيق مرة أخرى سأستخدم نفس المصطلح من يبحث عن مقاعد وكراسي الآن كأنهم يبحثوا عن كراسي في تايتانيك وهي تغرق الحالة الفلسطينية غارقت النظام السياسي الفلسطيني تحلل العملية السلام انتهت ودمرت نتنياهو سيطر على الضفة الغربية وقتلها بالاستيطان القدس عمليا صدر ثلثي أراضي أو مساحات كبيرة من أراضي القدس الشرقية وبالتالي التنظير والصراع على مصالح وعلى مناصب هو أكذوبة يختلقها الاحتلال أولا ويقع فيها البلهاء سواء من يبحث عن مقاعد أو يبحث عن مستقبل أن تناقش الظرف الراهن لدينا كارثة إنسانية في غزة لدينا كارثة سياسية في الضفة الغربية ونكبة كبيرة في القدس أنها تصادر عمليا من قبل الاحتلال أنت ابن غزة وصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي لماذا لا تعمل على فتح معبر رفا لا أنا عملت وأعمل ولا أتوقف أو أتلك في العمل لا لا هناك ظروف خاصة بمصر في عملياتها في سيناء ثانيا كان هناك خلاف بين حماس وعباس أنا تدخلت بالمناسبة وغتل الطرفين للجميع لا تحسبوا حسابي أنا وزملائي في أي شيء في المستقبل نحن نريد أن يكون هناك مصالحة بين فتح وحماس وبدأت حواراتي مع حركة حماس وحين سمع ذلك أبو مازين جاء للمصريين وقال لفترض أن تكون بيننا بينه وبين حماس أنا تراجعت من طرف واحد ورغم ذلك لم أوقف المساعدات التي نقدمها كتيار من المبالغ التي نجمعها من الدول العربية لقطاع غزة مش لجيوبنا وبالتالي قلنا تفضلوا وبدأت الحوارات بينهم وبين حركة حماس إلى أن وصلت إلى طرق مزدود الآن وكلما وصلت إلى طرق مزدود أنا أذهب لمصر من أجل تحفيزهم أكثر ومن أجل دفعهم باتجاه إعادة بناء المصالح لذلك قلنا أخي توفيق من البداية نحن ليس لدينا مصالح شخصية اذهبوا واتفقوا حتى ولوا على حسابنا وعبر عن ذلك أخي وزميلي سمير المشهراوي قال اذهبوا واتفقوا ونحن نصافق لكم اذهبوا واتفقوا على حسابنا ونحن لسنا نادمين في ذلك لكن لن نسمح أو نقف متفرجين في اللحظة التي يدمر فيها طرف من الطرفين الاتفاق حتى يزيد من معاناة أبنائنا في قضاع غزة ويدمر النظام السياسي الفلسطيني إلى الأباد طيب لديها كثير من الأسئلة أنت تعترف بيهودية الدولة للدولة بالتأكيد لا جزء كبير من اليهود لا يعترفوا بيهودية الدولة جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي أنت مع دولة واحدة أنا محل الدولتين وإذا لم ترغب إسرائيل بحل الدولتين فليكن دولة واحدة نعيش فيها بحقوق متساوية أما أن نبقى تحت الاحتلال وأن يبقى هذا هو العرض الوحيد علينا فهذا مرفوض ومن حقنا أن نقاوم مقاومة شعبية فاعلة غير مكلفة بطريقة نستفيد منها من تجاربنا في الماضي ونطور هذه التجارب من أجل انتزاع حقوقنا الوطنية أما يهودية الدولة أنا لماذا يجب علي أن أصادر حق ابن الثماني وأربعين اللي عددهم مليون وسبعمائة ألف مواطن فلسطيني يحملوا جواز صفر إسرائيلي من كلفني بذلك أنا أو أي مسؤول في السلطة الفلسطينية وبالتالي هذه فكرة وضعتها إسرائيل في عهد حزب العمل حتى تقلص من إمكانية نجاح عملية السلام بالمناسبة ويتمسح بها نتنياهو الآن اسم محمد دحلان ارتبط بالإمارات وبالثورة المضادة لماذا؟ إذا ارتبط اسمي بالإمارات فهذا شرف لي أنا مش مرتبط اسمي بإسرائيل أنا أشعر بفخر أن اسمي يرتبط بدولة أنت ممثل الثورة المضادة دعني أنت سألت سؤال دعني أجيب عليه وهذا حقك أن أجيب بوضوح وشفافية شرف لي أن يكون لي علاقة بالإمارات وشرف لي أن يكون علاقة طيبة مع مصر وكل الدول العربية المعيب أن لا تكون علاقتنا مع الدول العربية علاقات صحية أما ما يسمى بالثورة أو ثورة الرابية العربية أنا مش معترف بهذا المصطلح أصلا وبالتالي لا يوجد ثورة مضادة ما جرى مؤامرة على الأم العربية مع عدم أخذ حق أو مصادرة حق الشعوب العربية في الاستقلال والحرية والانعتاق من الدكتاتوريات مثل زين العبدين في تونس ومثل الرئيس مبارك في مصر وكل النماذج التي شهدناها في ليبيا وفي سوريا لكن أن تدمر الدول العربية تحت هذا الشعار هذا كنت ضده وسأبقى ضده ما حييت لأن هذا خيانة لكل موروثنا العروبي وخيانة للشعب التونسي انظر إلى تونس كيف كانت أنا لا أحدث مقارنات يتاهمونك في تونس بأنك أنت من تحاول تخريب الثورة في تونس هذا إذا كان في ثورة في تونس أنا أحترم رأي الشعب التونس وأحترم إرادة الشعب التونس وأنا حتى أقرر لتونس هناك من يقول حتى لك رجال في تونس أنت مرتبط برجال في تونس الأزون تم اختراقه من خلاله إذا بدك تمشي وراء الدعايات لن تتوقف أنا لا أسير خلف هذه الدعايات أنا أسمع كل يوم الصبح أنه في شيء في تونس أنا آخر مرة ذهبت إلى تونس كانت في عهد الرئيس ياسر عرفات رحمه الله يعني حين كنا في تونس أنا مساعد للعودة إلى بلدي تونس هي بلدي الذي استضافنا كثورة فلسطرية واحترمنا وقدرنا ونحن له مدينون في كل سنوات وجود أبو عمار رحمه الله وقوات الثورة الفلسطينية في تونس شعب التونسي أكرمنا ولذلك لا نتدخل فيه ليست لك علاقات بشخصيات معينة في تونس لا لا ليه علاقات كثيرة في كل العالم العربي وانا في ذلك هي ليست تهم أن يكون ليه علاقات مع العالم العربي وليست تهم أن يكون ليه علاقات مع وطنيين ومفكرين ومثقفين لكن الإدعاء الباطل في أنني لا أنام الليل وأنا تدخل في الشأن التونسي فهذا تسخيف في قدرات الشعب التونسي وذكاء الشعب التونسي وأمكانيات الشعب التونسي هذا حق للشعب التونسي أن يقرر ماذا يريد الشعب التونسي قرر النهضة فأخذ النهضة في البرلمان ثم قرر الرئيس أن ينتخب الرئيس فغير رئيسه السابق وجاء برئيسا جديدا هذا شيء لا نتدخل فيه أما فكرة وأكذوبة أننا ضد الثورة المضادة أنا شخصيا على المستوى الشخصي وكثير من العرب أدركوا أن الثورة المضادة أن الثورة كانت مؤامرة كبرى انظر إلى ليبيا شعب الليبي كله عدد خمس مليون خمس مليون عفوا خمس مليون ليبي لا ينعموا بخيرات ليبيا من البترول ومن السواحل الجميلة ومن الأرض الزراعية ونصف أموال الشعب الليبي تسرق من بعض الدول الأوروبية تحت بند أن الثورة والثورة المضادة انظر إلى تونس كم كانت جميلة ثم كيف أصبحت ونأمل لها أن تستعيد وضعها كما كانت لأن هذا شرف لي كعروبي كوطني فلسطيني أتشرف بعروبتي انظر إلى سوريا اليوم كم مليون خمسة عشر مليون بين شهيد وقتيل ونازح ولاجئ نحن جربنا النزوح وجربنا اللجوء ولا نريد أن يتكرر هذا مع أي دولة عربية وبالتالي نحن مع استقلال الدول العربية ومع حرياتها ومع حريات الشعوب العربية لكن أن تجزأ وتقسم مرة تركيا تدخل في سوريا ومرة إيران تدخل في لبنان ومرة الحرس الثوري الروع اليمن إلى آخره يجب أن نحترم نفسنا كعرب وأن نقول أن هناك أخطاء حدثت يجب علينا أن نكون كعرب متحابين متقاربين أن نستعيد الدول التي وقعت في شباك التجربة التي تآمرت فيها كثير من الدول على الدول العربية وعلى الشعوب العربية أنت أرى بالحصار على قطر أنا مش شايف حصار على قطر أنا أولا أنا بفهم الحصار لأني عشت تحت الاحتلال وعشت تحت الحصار أنا بفهم أن الشعب الفلسطيني في غزة عايش الحصار إلى 20 سنة هذا يعني أن الاحتلال يتحكم بعدد الكالوريز اللي بتدخل لغض عغز هذا هو الحصار ولا أريد أن أتدخل في شأن ليس من شأني ولكن كعروبي ومتابع أنا لا أرى حصارا على قطر أول يوم قالوا ما فيش حصار بعدين أبسر مين قالهم لا اخترعوا كلمة حصار يكون أفضل لكم لكن أنا أعتبر أن كل المراهنات سواء القطرية أو أي مراهنات عربية على أطراف خارجية ستكون خاسرة الأزمة الخليجية لا تحل إلا في منطقة الخليج وإن توسعت تتوسع على إطار عربي وعروبي أكثر من ذلك سيكون من يراهن على الخارج خاسرا محمد أحلال شكرا لك أهلا وسهلا شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء